حوار الأصدقاء أصدقاء مستمعين المستمعات أرحب بكم مرة أخرى في لقاء الأصدقاء الأصدقاء يتحاورون يتجادلون يتنافسون لكن في الآخر يبقوا أصدقاء هكذا تعلمنا في مجتمعنا أرحب المشتركين الجزد وطبعا لا أنسى الشكر للمتابعين باستمرار أعود على بد من الحلقة الماضية كان من أنجو سالفو مش عارف هذا الاسم كيف جاء عربي على الحالتين الحروب يقع فيها قتل وهذا شيء عادي هي ليست نزهة والإسلام انتشر في الهند وما وراءها إلى الصين وغيرها في أغلب الحالات سلميا وأنا ذكرت عن 45 مليون ضبحوا في هذه الحروب ارجعوا إلى ويلد يوران في قصة الحضارة وغيرها من الكتب التاريخية يقول أيضا في بوست آخر أن العدد مبالغ فيه لم يكن من عادة البشر قبل قتل ارتكاب مجازر حتى جاء الغرب واخترع التصفية العرقية الغرب اخترع التصفية العرقية طبعا بالاستلهام من القصص من الكتاب المقدس صور الغرب اخترع القصص العرقي باستلهام من الكتاب المقدس التي وضعها المجرمون ولا يمكن أن يأمر بها أو يؤمر بها اجابتي كانت مرحبا بك من جديد وان كنت تسمعني مرحبا بك من جديد يبدو اننا سنتفق على اننا مختلفون جوهريا انت لا ترى سوءا في حملات العربان الى وعلى الهند والسند وانا اراها تعدى سافر ان المسلمون لم يقتلوا مواطنين مسالمين وانا اراهم قد فعلوا بالادلة التاريخية عندي مثال هجمات المسلمين على جدود الاماسيخ في الجزائر الذين لم يكونوا سبب تهديد لعربان الصحراء ليسوا سبب تهديد لعربان الصحراء وبشكل اسطوري تحول المناضي الامازيغي كسيلة الى مدان ومجرم الحرب المتعدي عقب ابي النافع بطلا منذ عقود قام عدد من المسيحيين بزيارة اماكن اسلامية والاعتذار عن الحاملات الصليبية لم اسمع عن مجموعة مسلمة لها جرأة الاعتذار لاهلنا عن اقتياد آلاف الأبكار الأمازيغيات للخلفاء المسلمين في دمشق ألا يحجل المسلم من الافتخار بهكذا تاريخ أم أن الذين بيستحوا ماتوا هذا وقع تاريخي الإجابة كانت أن كسيلة كان مواطن روماني نعم خليني أتذكر الجاهل أن الأمبراطور كاراكلة منح الجنسية الرومانية المواطنة الرومانية لكل المواطنين الأحرار في حوض شمال أفريقيا والبلدان التي كانت تحتها سيطرة الأمبراطورية الرومانية إذن صار لهم حق الرومانة حق السلطة الحاكمة وهذا لم يفعله المسلمون في كل تاريخهم في أي مكان أن يساووا بينهم وبين من استعمروهم وهذا واضح في مصر وفي كل البلدان التي استعمرها المسلمين ابتلي المسلم بنظرة فوقية هذا ما ذكرته في إجابتي أيضا غزواته فتوحات ودفاع الآخرين عن عرضهم وأرضهم جريمة أنا لست مع الحروب أنا لست مع الحرب إنما أبطالنا في الجزائر لا يستحقون القتل كمعاربين ضد الغزاة المسلمين بلا حق أكتفي بهذا قول لكن فعليا الرومان عاملون في الجزائر أفضل بكتير وأصبحنا وأصبحنا كأمسيخ مواطنين رومانيين لنا ما للرومان وعلينا ما عليهم هذا ما حصل على يد الأمبراطور كاراكولا الله يبعث لنا كم كاراكولا في البلاد العربية والتي تأسلمت بالقوة بقوة السلاح مثال على ذلك مثال على الروماني مثال من العصر الحالي هونغ كونغ بريطانيا تركت هونغ كونغ لكن ليس من سنوات بعيدة منحت الحق لدخول أراضيها واكتشاب الجنسية لكل مواطن يأتي من هونغ كونغ إليها لأنا لاحظت أن خضوع هونغ كونغ تحت السلطة الصينية شوفوا معاكسة العضية معاكسة جسيء إلى المواطنين الذين كانوا يوما ما تحت الحماية البريطانية وأرادت أن توفر هذه الحماية لهم باستمرار بترحيبهم كمواطنين هذا لا يفعله المسلم المؤمن بل الغرب الكافر الغرب الكافر أكثر عدلا أكثر إنسانية من المسلم المؤمن يا سلام أيضا من سيد قاد الله سيد قاد الله تعليق رائع بيقول كلنا أطباط يا حبيبي مصريين مسلمين مسيحيين نفس الجد ونفس الدم المسيحي المصري أغلى عندي من العربي اللي من ديني ومحدش بيجبر حد على الإسلام يا حبيبي الدين الأكثر انتشارا في العالم أي إنسان يعني الإسلام الدين أكثر انتشارا في العالم بتقول أي إنسان بيقرأ عنه وبيقرأ القرآن وبيفهمه بيدخل الإسلام وخليك في بلدك احنا أحراف وطننا ما حدش يدخل بيننا متحدين لآخر يوم في الدنيا الله أكبر إرسالي رائعة جيد لو كانت حقيقية أدجد ردي كان كالتالي وإليك ردي لو كنت تسمعني مرة أخرى تحياتي سيد جاد الله أو جاد الله أتمنى وأفرح لو كان كلامك حقيقة لكن يبدو أنك تسوق لإسلامك طبعا لأنه بيدخلوا الإسلام اللي بيقرأ القرآن وبيفهم الإسلام بيدخلوه يدخلون في دين الله أفواجا تسوق لإسلامك اللي كل واحد بيقرأ عنه وبيفهم وبيدخل الإسلام الله أكبر يعني شي بيكفر الكذب شي بيكفر فعلا هذه الكذبة بتكفر الأسوريون لم يتركوا سبيلا لم يتبعوه في جذب العالم إلى الإسلام وفي إدخال العالم إلى الإسلام ما الذي حصل فيه قطر ملايين الدولارات أنفقت على كم واحد أخيرا مع من شوفهم تبخروا دعايا كاذبة دعايا للإسلام كاذبة دين السلام وعندما يأتي اللاتيني من أمريكا اللاتينية اللي كانوا أو من بلدان آسيوية واعتنقوا الإسلام خلال هذه الاحتفالية الكبيرة في قطر بعدين اكتشفوا الكذب وتركوا الإسلام إذن فواكه لم تنضج بيئة عجرة وبعدين راحت جذب العالم إلى الإسلام ضمنها السوريون يتبعون الترغيب والترئيب قل لي هذه تعليم غير الإسلامي الترغيب والترئيب تعليم إسلامي أو لا عند الكتاب عند الوثائق ثم لجهلك يا سيد قطر الله لا تدري أن عالمنا قرية كونية يعني بتقول لي خليك في حالك خليك في بلدك لا تدري أن العالم قرية كونية أتريدون الإساءة للمسيحيين المصريين ولا أحد يفتح بؤه بكلمة بكلمة حق اعقل أصلحك الله أيضا لا تنسى يا سيد قطر الله يا أختي في مصر غير أننا قرية كونية أنت تدخل في أمور أمريكا وغيرها وإسرائيل خليك في بلدك لا أما بلدك هيك تدخل لأننا في قرية كونية غير ذا أنا من مواريد دمشق سوريا ومن كنت من المرحبين سنة 1958 في فبراير 1958 برئيس جمال عبد الناصر لأننا طوعا كسوريين اخترنا الوحدة مع مصر وأصبحنا الإقليم الشمالي ولأنسى الأغنية إقليم الشمالي يا ريسنا الغالي قضيت الليالي عمر بين إيديك جمال عبد الناصر سلام عليك سلام عليك كانت اختيارنا إذن كنا جزء من مصر في هذاك الوقت نحن لحسن الحظ خرجنا في الانفصال في 26 أيلول 1961 أظن الوحدة تمت في فبراير 58 ها أشعية كتابي اللي انت بتنكره يتكلم يتدخل الله وحي من جهة مصر إلهي يتدخل في أمور مصر وحي من جهة مصر وهذا موضوع آخر أيضا إلهي المتجسد يسوع المسيح زار مصر مع العائلة المقدسة وبهذا السبب عندكم المطرية يعني الأم نسبة إلى القديسة المباركة العذراء مريم وبتقول لي خليك في بلدك لا أنتم لن تسيئوا إلى أقباط مصر ونحن نصمت هذه جريمة إنسانية لو صمتنا وأنتم تسيئون إلى أقباط مصر بشكل سافر وقدر ووحفي لن نصمت تحياتي أيضا رسالة مرة تانية يسطر أنت في بلدك فيها خطف والعمى إيش تعمل أنت تقرأ من ورقة تحريرها في أنفاق قزة دخيلة مفككي جوابي كان تكلم بالتحديد ولا تتجاهل البلاوي السوداء اللي أنت عايش فيها يعني فعلا مفككي العبارة وهذا زكريا السيد يا زكريا اكتب بشكل جيد فهم عبر ما تخربش وذا بس مصر أنك تخربش خربش على غيري مرة تانية مش أحجاب عليك يوزر يا نكره يا نكره ممكن مقصود يا نكره نعم أنا معروف وجه أمامكم واسمي كما هو في جواز سفري يا نكره الإسلام لا يزبر أحد على اعتناقه ولكن الله يهدي من يشاء نعم الله يهدي من يشاء وما الذي تفعلونه لماذا تغتصبون الفتيات القبطيات وتأسلمونهم تهينون الأقباط سكان مصر الأصليين لكي يسلموا الله يهدي من يشاء اترك على الله اترام خلينا نعيش على باب الله كلنا اتنين بوست عجبت عليهم نفس الإجابة أول واحد بيقول استحي يا رجل لسه بتقول خطف عن الخطف والتاني بيقول ليه بتقول خطف ليه ما تقولوش أن بناتكم ربنا كشف لهم طريق الهدى واختاروا طريقهم بكامل رغباتهم وإرادتهم ليه بتقول خطف بناتكم يعني بناتنا القبطيات وأنا اللي فخر يقول بناتنا ربنا كشف لهم طريق الهدى واختاروا طريقهم لا هذا كذب والدعاء ومؤامرة كبرى على مسيحي مصر إجابتي كانت الخطف ليس له تعبير جميل الخطف هو خطف أنتم تعددون تغررون وتحتالون على بناتنا وتعطيها اسم هداية زورا وببتالا ابحث لو كنت إنسان مهتم فعلا مهتم بمعرفة الحقيقة أرجو أنك تبحث لو كنت إنسان جدي مهتم بمعرفة الحقيقة أيضا من ستريكت وي هذه العبارات لا دليل ولا توثيق في أحد يخطف شخص ويرغم على أتناق دين ليس دينه ثم فوق هذا يختصبه أولا ثم يحدثه عن سماحة الإسلام سؤال علامة سؤال وعلى متى تعجب يا رجل عيب على شاربك ما عندي شارب بدك ربي ممكن ربي شارب يوم أنه ربيته بالزمن أنت رجل كبير لا يصلح مثل هذه الأرتقة لا تتناسب ولا تتوافق مع أنظمة العصر الدنيا ليست كما هي في عصور الظلام اتق الله شكرا إجابتي لك وأنت تعرف أن كنت تسمع ستريك كوي بعضكم يدافع لمعرفة شناعة الفعل يعني يعلم ويدافع لمعرفة شناعة الفعل وتخافون السمعة السيئة للإسلام جيد هذا منيح أنت عارفين أن هذه سمعة سيئة عارفين أن اختصابكم للفتيات القبطيات المسيحيات سمعة سيئة وقضية إجرامية إنسانيا ودوليا إنما كل الاحتيالات والاختصاب والإكرام موثقة أرجوكم اسمعوا لبرنامج الفكر الحر مع سام اسمعوا إلى الأستاذ مجدي تادروس اسمعوا إلى الأستاذ مجدي خليل اذهبوا إلى كوبتك سوليداتي لتعرفوا عن وثائق اختطاف القبطيات كلها موثقة أيضا أنا لست أباك لتخاطبني هكذا أعقل يا ولد وبقولها لكل الأولاد الذين يحاولون المراوغة دون البحث في الحقائق أنتم أولاد لا تريدون فهم في تعصب أعمى لا تستجهلني حتى لو كنت جاهل أنت نفسك احترم احترم نفسك وتعلم وتهذب وابحث عندك طرق كتير للبحث اليوم لا تكن كمن يطلق الأمور على عواهمها أظن أتوقف عند هذا الحد لهذا اليوم ونتابع في حلقة تالية إلى اللقاء شكرا لاستماعكم يا من استمعتم وشكرا للذين يدافعون يقفون مع الحق مع بناتنا المسيحيات سواء في مصر أم في باكستان أم في أي مكان آخر في العالم يعتدي فيه المسلمون على المسيحيات هل سمعت عن آتداء حتى لو كانت شائعات في مصر هل سمعت عن آتداء مسيحي على مسلمة إلا لو كان تلفيق كما حصل فيه مع أبدنا من وقت تأصيل صنعوا معسام برنامج معسام عن تعديات حصرت وتزوير لحقائق أريد أن نبقى أصدقاء فإلى اللقاء معكم عم دانيال ترجمة نانسي قنقر